الحقيقة الأهلي جاية الأمور كلها في أوقات فيها كتير من التتويجات والاستحقاقات إذا كان الأهلي سافر إلى السعودية للمشاركة في كاس العالم الأندية هينتظر في مباراة الجمعة إن شاء الله تعالى الفائز من مباراة الغد اللي حتجمع أوكلاند سيتي النيوزلندي اضيف شبه الدائم على كاس العالم مع التحاد جدة السعودي ممثل للدولة المستضيفة للبطولة كل التوفيق إن شاء الله تعالى لأبطال الأهلي في مباراة الجمعة بإذن الله تعالى كمان المسألة جاية في توقيت قلتلكم نادي الأهلي النهاردة حقق نجاحات كبيرة في الاستفتاء الخاص بالاتحاد الأفريقي برس تاو نجمه فاز بجائزة أحسن لاعب داخل القرى فاز تاو على حساب الكنغولي فيستون ميلي مهاجم بيراميدز والنميبي بيتر شالوليلي لعب ماميلو دوسان داونز وكمان بصوا في جملة هذه التتويجات هدف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي في مرمى الهلال السوداني فاز بجائزة هدف العام والنادي الأهلي قلتلكم خد أحسن فريق لأنه كان عنده منافسة قوية جدا ده هدف كهربا بعض اللقطات السابتة عن بنفكر كبيله لأنه أختير كأفضل أهداف الموسم القري الآلي كمان كان عنده منافسة قوية جدا بين ماميلو دوسان داونز لأنه سان داونز كمان فاز هذا العام أو هذا الموسم القري ده الدور الأفريقي في أول نسخة للبطولة الجديدة والوداد المغربي اللي كان وصيف الأهلي هو وصيف سان داونز يعني كان وصيف البطولتين في دور الأبطال وأيضا في الدور الأفريقي لكن التصويت اللي بيتعمل من خلال المدرين الفنيين وكبات المنتخبات وأيضا الإعلاميين المعتمدين أو الصحفين المعتمدين من خلال هذه التصويتات كلها استحق النادي الأهلي جائزة أفضل فريق وكان مجلس الإدارة كلف الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة اللي بنقوله ألف ألف حمد الله على سلامتك بعد أن تعافى سفر إلى مراكش ومسل النادي الأهلي في هذا الحفل طبعا عن استحقاق استحق منتخب المغرب جائزة أحسن منتخب أو أحسن منتخب أفريقي لأن الحياة اللي عملوا في كأس العالم في الدوحة يخليه جدير بأنه ياخد أفضل الألقاب كأحسن منتخب في القارة عن منتخب كبير أو عن هذا الأداء الكبير في كأس العالم لكرة القدم بالدوحة الجوائز الثانية كمارة موهبة السنغال أفضل لعب شاب في أفريقيا وأعلن للتحاد الأفريقي أن كمارة تنافس مع عبدالصمد إزالزولي لعب ريال بتيس الأسباني والسنغال أمارة ضيوف لعب منز الفرنسي نسرين الشاد لعبة فريق الليل ومنتخب المغرب فازت بجائزة أفضل لعبة شابة لعام ٢٣ ضمت القائمة أو تنافسة نسرين مع كونفورت يوبوا وأميم دراكو الغاني ودير ديبرو إيبون لعبة بيتر سيرة أو لعبة منتخب نيجيريا الحياة المنتخب المغربي حتى للكرة الحريمة كرة الأنسات منتخب المغرب عمل حضور قوي جدا وبقولتلكوا قبل كده ده كله في إطار الحياة نهضة كروية شاملة في المغرب إذا كنا بنتكلم على أفضل فريق يعني هتلاقي الوداد بينافس ياسين بونو ممكن يكون ما عندهش أي صعوبة في أنه ياخد أحسن حارس صحيح بينافس محمد الشنوي لكن أعتقد ياسين بونو مع الأداء القوي اللي عملوا مع منتخب المغرب في كاس العالم بقى جدير أنه ينافس بقوة على اللقب هو لسه لم يتعلن النتيجة بتاعة خانة أفضل حارس لكن أعتقد شنوي عمل بطولة كبيرة جدا مع الأهل في دور الأبطال لكن ربما كان يزكي ياسين بونو أنه لعب منتخب المغرب في كاس العالم وكان له حضور قوي جدا حتى تجربته الاحترافية في أسبانيا كانت بتعليه كان الأخوة في المغرب عندهم أمل أن ياسين بونو يستحق الكرة الزهبية كأحسن لعب أفريقي هذا العام لكن أعتقد المنافسة القوية جدا خلته يكون موجود في فئة حراسة المرمى وبنفسه محمد الشنوي هنقول لحضراتكم بمجرد ما يتم الإعلان عن هذه الجائزة لأفضل حارس مرمى هنشوف مين اللي يفوز بها لكن النادي الأهلي يا جماعة لما تكون بتنافس بطل دور الأبطال بطل الدور الأفريقي ووصيف البطولتين الوداد ويستحق الأهلي هذا التقدير وهذا الفوز خدوا بالكو ده ده تصويت من الفنيين والصحفيين يعني الصحفيين المعتمدين وكمان الفنيين كمديرين فنيين وكبات المنتخبات القرية موسيقى